أهمية القرار اليمنية في إغلاق مضيق باب المندب أمام كيان الاحتلال الإسرائيلي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتكابها إبادة جماعية بحق أبناء فلسطين علنت اليمن الحرب على إسرائيل ودكت المسيرات والصواريخ الباليستية اليمنية مدينة إيلات المتلة على بعد ألفي كيلو متر من الأراضي اليمنية في موقف عربي يؤد الأكثر جراءة منذ نكبة العام 1948 ولم يقف اليمن عند حدود قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي بل تعداه باستخدام أقوى أوراق الضغط لديه بإعلان باب المندب في البحر الأحمر منطقة محمورة على مرور السفن الصهيونية وقد هددت صنعاء بقصف أي سفينة إسرائيلية تمر من مياه البحر الأحمر فما هي نتائج هذا القرار التاريخي وهل شكل ضغطا على الكيان الصهيوني بالإجابة على هذا التساؤل يجب أن نعود قليلا إلى الوراء وبالتحديد إلى العام 1973 اشتعلت المنطقة بحرب ضد العدو الإسرائيلي عرفت بحرب أكتوبر وقد صمضت الجيوش العربية في سيناء بمصر وفي الجولان بسوريا بينما قامت اليمن حينها بإغناق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية فظهرت نتائجه جلية في مفاوضات السلام أو ما يعرف باتفاقية كام ديفيد حيث طلب الإسرائيليون صراعة في أولى جولات مفاوضاتهم فك الحصار المفروض عليهم من قبل اليمنيين في باب المندب وكانت إسرائيل تستجدي واشنطن والقوى الغربية بالضغط لفك الحصار عنها من باب المندب ما جعل الحصار المفروض على السفن الإسرائيلية من اليمن عاملا مؤثرا من عوامل الحرب على إسرائيل فما أهمية باب المندب بالنسبة للعدو الإسرائيلي شلوم أوريل القائد السابق لإسلاح البحرية الإسرائيلية قال حينها إن سيطرة مصر على قناة السويس يضع مفتاحا واحدا في يدها وهناك مفتاح آخر وهو أهم يجب أن يكون في عيدنا والحديث هنا عن باب المندب فباب المندب تكمن أهميته بالنسبة لإسرائيل بأنه شريان حياة لها فهو المنفذ الوحيد لإمدادات النفط والسفن والتجارة والشحن من وإلى ميناء إيلات على البحر الأحمر وقد تلقى الاقتصاد الإسرائيلي جراء إغلاق اليمن باب المندب في العام 1973 أمام سفنها وإمدادات النفط القادمة إليها في حينها من شاه إيران ولمدة ستين يوم خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في الأحتي حسارة اقتصاد العدو الإسرائيلي أكثر من مليار دولار أصاب القرار من أئلات بالشلل التام تسرح ما لا يقل عن 35 ألف عامل صهيوني كانوا يعملون في المصانع وفي التجارة البحرية توقفت صادرات الفسفات والإسمنت إلى الدول الإفريقية وتوقفت 20% من الواردات إليها ومع قرار اليمن التاريخي في نوفمبر من العام 2023 حظر السفن الإسرائيلية من المرور من باب المندب نصرة لغزة بدأت تظهر نتائج القرار اليمني التاريخي ومن أبرز تلك النتائج ارتفاع أسعار التأمين بعد أن تعيد شركات الشحن النظر في إجراءات تأمين النقل البحري إلى ميناء إيلات بعض الشركات تراجع في هذه اللحظات إمكانية استمرارها من عدمه في الشحن نحو إيلات القرار اليمني سوف يؤثر بطريقة غير مباشرة على الاقتصاد الدولي فالمنطقة بعد القرار اليمني باتت غير آمنة ما سيدفع شركات الملاحة إلى تأجيل بعض الشعنات أو اتخاذ مسارات بديلة وذلك سيؤدي إلى رفع الأسعار بثلاثة أضعاف ما كانت عليه أثناء مرورها من باب البندب سترتفع أسعار الكثير من السلعة داخل الكيان الإسرائيلي نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وستضطر سفن الشحن من وإلى الكيان الإسرائيلي إلى الدوران حول القارة الإفريقية ما سيؤخر وصول تلك الشعنات لمدة إسبوعين بما فيها ناقلات النفط المتجهة إلى إسرائيل إضافة إلى عدة عوامل أخرى ستؤثر على الاقتصاد العالمي وستعمل على إرباك حركة الملاحة الدولية التي تمر بنسبة ثمانين في المئة من النفط وسبعة وثلاثين في المئة من سفن الشحن التجارية يوميا من باب المندب وهذا ما سيدفع بالعالم وبالكيان المحتل إلى تسريع وقف إطلاق النار على غزة وبهذا تكون اليمن وبقراراتها التاريخية ساهمت بالقول والفعل في وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء غزة وفلسطين والظفة الغربية